وقع يسير نحو الأسوأ هكذا حال التعليم في العراق منذ احتلاله عام 2003 وبعد ملول أكثر من 18 سنة أصبح العراق خارج التصنيفات العالمية في جودة التعليم بجميع مستوياته لافتقاره إلى معايير جودة التعليم العالي بعد أن كان المتصدر خلال الثمانينات أسباب عدة تقف وراء الانهيار الذي حل بقطاع التعليم العراقي أولها الفساد المستشري في مفاصل الدولة والذي بطبيعة الحال شمن المؤسسات والمزارات المعنية بالتربية والتعليم إضافة إلى تدخل الميليشيات وأحزاب السلطة الدينية في تسيير العملية التعليمية بل وفي تغيير المناهج وتقديم الأفكار الطائفية للطلبة وكذلك انهيار البنى التحتية للتعليم حيث انتشرت المدارس الطينية والكارفانات التي تستخدم كمدارس لينعكس هذا التدهور بصورة جلية في ارتفاع معدلات الأمية بالعراق وبشكل مستمر بحسب ما تؤكده تقارير دولية أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف فقد أكدت في تقارير عديدة لها أن عقودا من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق دمرت نظامه التعليمي وأعاقت بشدة وصول ملايين الأطفال إلى التعليم الجيد ظاهرة تزوير الشهادات من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ووصلت إلى درجة لجوء الكثير من السياسيين لشراء الشهادات المزورة لتحقيق انتصار ما في الحملات الانتخابية وهو ما أكدته لجنة التربية والتعليم النيابية التي أقرت بأن 90% من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق هي مزورة كل هذه الأسباب مجتمعة كانت كفيلة بأن تؤدي لتراجع التعليم في العراق في ظل حكومات تأسست بإطار عملية سياسية قائمة على المنفعة الفئوية والمحاصصة الحزبية